عقد رئيس مجلس النواب سعد هيل سرور مؤتمرا صحفي في مجلس النواب وذلك لعرض انجازات المجلس خلال الدورة الاستثنائية أسرور قال إن المجلس ناقش سبعة قوانين خلال الدورة مبينا أنه تم إقرار كافة القوانين باستثناء قانون الاستثمار لكونه خلافي ولم ينجز من اللجنة المالية كافة هذه القضايا تم بحثها في مجلس النواب واتخذ مجلس النواب القرار المناسب بها لكننا لم نستطيع أن نبحث في قانون الاستثمار لأن هذا القانون قانون خلافي ولم ينجز في اللجنة المالية لغاية الآن وبذلك لم يكن بالمقدور وضعه على جدول أعمال المجلس كونه لم ينجز من اللجنة المالية أسرور أكد أن مجلس النواب وقف بشبه إجماع في الحادثة الفريدة في تاريخ مجلس النواب وهي حادثة إطلاق النار التحت القبة مشيرا إلى أن هذه الوقفة حماية للمؤسسة التشريعية ما به مجلس النواب تحديدا في الحادثة اللي ذكرت أنا بأعتقد أنه يعني غطيتها في لقاءات إعلامية سابقة لكن بحب أقول لك الآن بأنه مجلس النواب وقف وقف شبه إجماع في رفض هكذا تصرفات من أي كانت تحصل في مجلس النواب وهي الحقيقة حادثة فريدة في تاريخ مجلس النواب وقبل المجالس التشريعية والتأسيسية في تاريخ المملكة وعندما وقف مجلس النواب وقف حماية للسمعة الطيبة ولجهد الكبار اللي أنشأوا مؤسساتنا التشريعية وأعلامنا في المؤسسات البرلمانية السابقة وأيضا حماية لمسيرة هذه المؤسسة المستقبلية وبخصوص قانون الانتخاب توقع سرور أن يقر المجلس قانون انتخاب جديد وليس بالضرورة أن يكون ذلك مداعاة لانتخابات مبكرة قانون الانتخاب يعني بالنتيجة لما يعرض على مجلس النواب سيكون هناك حوار واسع جدا بمجلس النواب مع كل الفئات اللي إلها رأي اللي قادة الرأي الأحزاب مؤسسات المجتمع المدني من كل الفئات سيكون هناك استماع لأراء الجميع في موضوع قانون الانتخاب لكن بالنتيجة يصدر القانون ضمن المسارب إن كان مجلس النواب أو مجلس الأعياء أو تاليا الإرادة الملكية السامية ما يتعلق في مجلس النواب أعدكم بأنه سيلتقي مجلس النواب مع كل من يرغب الالتقاء به بمجلس النواب ونستمع لرأي كل من لديه رأي يحب أن يطرحوا وأيضا نأخذ بالاهتمام كل من يرغب الوصول إلى رأي توافقي مع باقي فئات الشعب الأردني وحول الحركة الإسلامية قال سرور إن حزب جبهة العمل الإسلامي لطالما رفض الرأي الآخر ويتمسك برأيه فقط متمنيا أن يتم الوصول إلى حالة من التوافق بين كافة أبناء الوطن تقيقة سعت كل المؤسسة أن يلتقوا بحزب جبهة العمل الإسلامي وأنهم تعرفون لقاءاتنا العديدة لكن في فترة من الفترات الإخوة مع تقديري واحترامي لهم وهو جزء سياسي نحترمه في هذا البلد في جبهة العمل الإسلامي كانوا يواجهون الجميع برفض كل الأحاديث وكل المقترحات وكان لهم رأي يتشبثون برأيهم ولا يقبلون رأي آخر أتأمل أنه الآن نستطيع أن نصل إلى معادلة يتم التوافق عليها انتحدثت عن قانون الانتخاب فقانون الانتخاب هذا ملك لملايين الأردنيين من أقصاهم شرقا إلى أقصاهم غربا ومن أقصاهم جنوبا وأقصاهم شمالا ليس لأحد حق أن يفرض قانون من ضمن رؤيته الخاصة ويقول إما هذا أو لا أقبل رئيس مجلس النواب تطرق إلى القوانين التي كان خلاف حولها مع مجلس الأعيان والتي يحتاج بعضها إلى جلسة مشتركة بين المجلسين وضوع مجلس الأعيان ومجلس النواب هذه علاقة إذا كان وهي يتم التبادل في الموضوع التشريعي التشريع لما يقار من مجلس النواب يذهب إلى الأعيان اتفقوا مع النواب خير وبركة يستمر ويستدوروا في الإرادة الملكية السامية ما اتفقوا يعود إلى مجلس النواب مجلس النواب ضمن هذه الدورة اتفق مع مجلس الأعيان بكثير من تعديلاته وأصر على بعض قراراته في مجلس النواب عملنا جلستين مشتركات الجلسة الأولى وافق مجلس النواب بأكثرية الثلسين مع مجلس الأعيان على قرار مجلس الأعيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا